وفي سياق متصل وتحت شعار الأمازيغية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي أفاق وإنجازات جاءت الندوة والوطنية التي أقيمت بجامعة الشهيد العربي بن مهيد بن بواقي التي كانت فرصة للحديث عن مكتسبات اللغة الأمازيغية في الجزائر وهذا بتقييم الإنجازات على المستويين التشريعي والهيكلي ببعدها الوطني والأكاديمي وقد كانت هذه الندوة فرصة لتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لتجسيد مشروع مخبر دراسات أمازيغية بالجامعة